أهلا بحضراتكم من جديد ماجد نروح بقى للقاء المرتقب إن شاء الله يوم الأربع لأهلي وأوكلاند وعايزانك تتكلمنا عن أبرز أرقام أوكلاند سيتي يعني أوكلاند سيتي الرقم الصعب في كاس العالم الأندية هو أكتر الفرق على مستوى العالم مشاركة في كاس العالم الأندية المشاركة اللي جادة تبقى مشاركة العاشرة هو أهم بطل لدورة أبطال أوكيانوسيا دورة أبطال أوكيانوسيا مكوم من 5-6 بلدان كده أكبرهم نيوزيلندا لحد ما أستراليا كانت معاهم بس ده ما يخليش أوكلاند نستهيم به يعني أوكلاند سيتي دايماً لما يتوج والبطولة دي انطلقت سنة 1987 دورة أبطال أوكيانوسيا بطولة أحاديثة العهد نسبياً يعني قسل لبقى القارات ولكن أوكلاند نجح أنه يخد عشر مرات حوالي تلت مرات التتويج بشكل عام فأوكلاند فريق لا يستهيم به شارك عشر مرات الرقم الفال الطيب بالنسبة لأوكلاند إن أحسن مركز ليه تعمل في المغرب سنة 2014 النسخة الوحيدة حصل على المركز التالت في المغرب حصل عليها من أتليتكو مينيرو اللي كان بلعب في ساعتها رونالدينيو كان بلعب في الوقت ده رونالدينيو في النسخة اللي تلعبت في المغرب فأوكلاند سيتي فريق لكفال نهم اللعبوا قدام رونالدينيو أه أه فأوكلاند سيتي فريق خلي بالك ده الرقم كده خلينا لازم يبقى في عندنا حذر آه أنا خلنا نخلق سويا من الفال ده المركز التالت أخدوها 2014 2014 في المغرب في المغرب بزر لا ده خلي بالك ده برضو خلينا على أجواء آه الكمان منحس الفنيات هم دلوقتي أوكلاند في مرحلة بيرجعوا فيها اللعيبة اللي كان ليهم فترات سابقة في النادي وده شيء مهم جدا زاد أنهما بيعتمدوا على اسم صغير اللي هو ألبرترييرا ألبرترييرا كان لعب لمدة 12 سنة في النادي ولما خلصوا 2021 مع ميسيك أسيستنت في وستكوسترينجرز اللي هو تاني نادي تقريبا في أوكلاند هبط بقى السنة اللي فاتت أول لما يعني ريرا حاولي الحاوم في آخر اتناصر ماتش ملحقشي فهبطوا وميسيك أوكلاند على طول خد بيهم الدوري في نيوزلندا كتالوني بيلعب بالطريقة البرشلونة المعتادة 4-3-3 صرف الدياموند العادية عنده عناصر مهمة جدا في خط النص بالذات المهاجم الأساسي بتاعه هو إمليانو تادي وده هدف أوكيانوسيا وأهم هدف في القارة كلها جايب حوالي 150 جون مع أوكلاند سيتي بشكل عام جايب 95 جون في الدوري النيوزلندي هو هدف أوكيانوسيا على مستوى دوري أبطال أفريقيا أرجنتيني مالوش 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 دولي دول أبطال أوكيانوسيا أرجنتيني مالوش أي مالوش دولي مالعبش حتى أندر 20 أو 21 في الأرجنتين بس هو هدف لايوستهام بيه هدف قوي جدا رجع لهم بعد ما كان مر بتجارب كتيرة من آخر المرة قعد معهم 9 سنين وبعد كان رجع لهم في 2021 هدف الدوري النيوزلندي السنة اللي فاتت فلايوستهام بي إمليانو تادي ده عندهم اتنين لعبة في خط النص مهمين جدا جاريجة أسباني وكاميرون هيو سون نيوزلندي بس ليه تجربة في الدوري الإنجليزي مع بيرنلي فترة التوقف دلوقتي طبعا الدوري عندهم مواف من 4 ديسمة